اشتركوا في القناة الفنان مسيرته الفنية ونوع الأدوار اللي يتميز فيها أكثر من الفنان المنافس طبعا ما نحب نذكر أنه هالسلسلة هي تحدي إفتراضي لها أكثر مبني على تقديم فريق كلوشاتس لعشر عناصر أساسية ومن الممكن جدا أنه يختلف أو يأيد بعض كون المقارنة فبالنهاية الفن بشكل عام كان ولا يزال ورح يضل يخضع على تفضيلات النقاط وزوء الجمهور خلونا نبلش النقطة الأولى هي الدراسة الأكاديمية بنبدأ مع مسيرة النجم مكسيم خليل يلي بدأ حياته الفنية والمسرحية من خلال دراسة البالي درس البالي لمدة عشر سنوات وكان الشاب الوحيد بالدفع الأولى يلي تخرجت مع تأسيز معهد البالي في دمشق عام 1988 وبرغم من تواجده المكثب بالمعهد لعالي الفنون المسرحية لكن اختار مكسيم خليل انه يحترف التمثيل من خلال تجاربه ويلي صنعت منه نجم فيما بعد أما النجم قيس الشيخ نجيب فاكتشف شغفه للتمثيل بعمر مبكر وتأثر بتجربة والده الممثل والمخرج الراحل محمد الشيخ نجيب ليختار دراسة التمثيل أكاديمية من المعهد العالي الفنون المسرحية بدمشق وبالرغم من توفر فرص عديدة بالوسط الفني أصر على إتمام دراسته وتخرجه عام 1998 ضمن دفع متميزي ضمت ممثلين متميزين مثل انضال نجم رمز لأسواد نوار بلبول وحسام الشاه لذلك النقطة الأولى هي من نصيب النجم قيس الشيخ نجيب النقطة الثانية هي الخبرة الفنية وسنوات العمل بالمجال الفني يلي هو أحد العناصر الأساسية يلي بتساهم بنجاح الفنان واستمراريته فاليومي للنجم يلي سنوات عمله أكتر وخبرته أكبر بالمجال الفني التجارب الأولى للنجم قيس الشيخ نجيب بتعود لعام 1992 بمشاركات صغيرة ضمن مسلسل الدغري ومسلسل أيام شامية أما انطراطه الفعلية فكان مباشرة بعد تخرجه من المعهد العالي عام 1998 أما النجم مكسيم خليل فمشاركاته الأولى بتعود أيضا لعام 1998 كمساعد مخرج بمسلسل البحر أيوب وبدور صغير بمسلسل الفبارس لذلك النقطة الثانية أيضا بتروح للنجم قيس الشيخ نجيب النقطة الثالثة هي الأدوار التاريخية قيس الشيخ نجيب اقتصر التجربته بالمسلسلات التاريخية والفنتازيا على خمس أعمال لحد اليوم لعب شخصية سيف بن دي يزان ومعاوي بن أبي سفيان وشارك أيضا بمسلسلات مثل البواسل، الجمال، صلاح الدين الأيوبي وبالسنوات الأخيرة، رعب دور ناميق بمسلسل أوركيديا أما النجم مكسيم خليل فم مسيرته الفنية بتضمن عدد أعمال أكبر بالدراما التاريخية وصل عددها لحد اليوم لعشر أعمال أهم على الأطلاق هي مشاركته بثلاثية الأندلوس الذي تميز ضمنه بأدوار مهمة أغنى مسيرته الفنية مكسيم خليل أيضا شارك بمسلسلات تاريخية مهمة مثل الظاهر بيبرس، المتنبي، صدق وعده، البواسل، والفوارس الأفضلية بالعنصر الثالث بحلقتنا اليوم للنجم مكسيم خليل الذي يكسب نقطة الدراما التاريخية النقطة الرابعة هي أدوار البيئة الشامية والتاريخي المعاصر طالع الفضة، أسعد الوراء، أولاد الإمارية، وثلاثية الحصرم الشامية الأربع عمال بتختصر تجربة مكسيم خليل بأعمال البيئة الشامية أما قص الشيخ نجيف بطولته بمسلسل الحرملك بنت الشهبندر زمن البرغوت والزعيم تثبت تفرد أداؤه بالمسلسلات الشامية من بدايات البيئة الشامية ومن بعد مشاركته بأيام شامية يكرس حضور كبير بعد دوره بالليالي الصالحية وجزء الأول من باب الحارق واكتسب خبرة فنية كبيرة من خلال تجارب عديدة أهم مكان للحصرم الشامية، أولاد الإمارية والدوامة لا يقدر يكون رقم صعب بالبيئة الشامية ويكسب النقطة الرابعة بحلقتنا لليوم النقطة الخامسة هي الأدوار الاجتماعية جميع الممثلين السوريين الشبابيين اللوصلوا للنجومية ابتكروا أسلوبهم الخاص بالدرامة الاجتماعية وكذلك الأمر بالنسبة لمكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب النجمين أبدعوا وأضافوا كثير للأعمال اللي شاركوا فيها مثل أهل الغرام لدى الأيام وأسأل روحك النجم قيس الشيخ نجيب أبدع بأعمال أبرزة كان وشاء الهوى على حفة الهاوية، سحابة صيف، مملكة أيمانكم، تعب المشوار، الغفران، السراب ومؤخرا بمسلسلات مثل ياريت، مسافة أمان وأولاد آدم النجم مكسيم خليل أبدع واتميز بمسلسلات كان أهم ذكريات الزمن القادم، أحلام كبيرة، أخذ شرقي، ولادة من الخاصرة، لعنة الطين، غزلان في غابة الزئاب، على طول الأيام، يوم ممطر آخر، شركاء يتقسمون الخراب، حلاوة الروح، غدا ننطقي، ومؤخرا أولاد آدم والمنصة من حيث عدد الأعمال ووزن الأعمال الدرامية وجماهريا فالنجم مكسيم خليل بيتفوق من حيث الأدوار والشخصيات المركبة والأداء بالدرامة الاجتماعية فمكسيم خليل أيضاً كان عنده الفرصة الأكبر أنه يتميز أكثر من قيس الشيخ نجيب بسبب مشاركته بأعمال وفرت هالفرص من ناحية النص والإخراج، لذلك النجم مكسيم خليل بيكسب النقطة الخامسة بحلقتنا لليوم النقطة السادسة هي الأدوار الكوميدية وأضحاك الجمهوري اللي هو بلا شك أصعب ما يمكن أنه يقدم الممثل ضمن مسيرته الفنية بالنسبة لقيس الشيخ نجيب تجربته الكوميدية اقتصرت على المشاركة ببعض لوحات جزء الثالث من بقعة ضوء ومرايا 2003 أما مكسيم خليل فكانت إلا تجربة أكبر بالكوميديا فلعب بطولة عدد من لوحات مع الفنان ياسر عظمي بمسلسل عشنا وشفنا ومرايا 2006 بالإضافة لمشاركته بجزء الثالث والخامس من بقعة ضوء وحلوله كضيف شرف بحلقة من حلقات مسلسل هومي هون المنافسة بالأدوار الكوميدية ضعيفة نوع ما بسبب قلة تجارب النجمية لكن يتفون مكسيم خليل بفارق بسيط بسبب عدد الأعمال والشخصيات للعب بالكوميديا النقطة السابعة هي تنوع الأدوار اللي هو عنصر أساسي بغني مسيرة أي فنان وبيثبت قدرته على لعب مختلف الشخصيات بجميع أنواع الدراما من الترجيدي إلى الكوميديا أحد هالنجوم أدى جميع أنواع الأدوار بالدراما الترجيدي والرومانسية بالكوميديا بالدراما التاريخية والفنتازيا وأخيرا بالبيئة الشامية وهالنجم بدون شك هو مكسيم خليل والشيء الذي خلى الأفضلية لمكسيم خليل بعنصر تنوع الأدوار هو غياب قص الشيخ نجيب الشبه كامل عن الكوميديا في النقطة السابعة تروح للنجم مكسيم خليل النقطة الثامنة هي الأداء العام تناول الدور وإتقان اللهجات مقارنة صعبة جدا لكن الكفة بتميلة واحد من النجوم قد يصل لذروة العطاء الفني بعمر مبكر أو متأخر هذا الشيء اللي لا يمكن توقعه أبدا فالممثل اللي بيفوز بالنقطة الثامنة هو فوزه مبني حصا على أداءه بالسنوات السابقة ومن الممكن ببساطة وبتجربة قادمة يتفوق الممثل الآخر من خلال دور واحد قد يكون دور حياته الكفة بالنقطة الثامنة بحلقة اليوم بتميل للنجم مكسيم خليل تحديدا بسبب بعض الأدوار اللي أبدع فيها بالدراما الاجتماعي نقطة التحول اللي شهدتها مسيرة مكسيم خليل الفنية كانت من خلال دوره بمسلسل زمن العار وبعد بعام واحد كان دوره بمسلسل لعنة الطين أداء رائع كشف الغطاء عمممثل مشتهد جدا ليخوض تجارب أصعب وأصعب من خلال شخصية علام بالولادة من الخاصرة إسماعيل بحلوة الروح جابر بغدا الناطقي وبالموسم الرمضاني الفائد شخصية غسام بمسلسل أولاد آدم أما مسيرة النجم قيس الشيخ نجيب فإجماليا جميع أدواره تكللت بالنجاح وأصبع من خلال النجم صفأ أول لكن مسيرته كانت بتخلو من العلامات الفارقة يلي هي الأدوار اللي بتصدم المشاهد وبتسحره طبعا هذا الكلام هو قبل اللعبه لأهم دور بمسلسلها الفنية أيضا ضمن مسلسل أولاد آدم بشخصية آدم النجم مكسيم خليل فكشفرت النجاح بالأدوار اللي بتجعل أرشيفه الفني فريد وخاص وبالتأكيد النجم قيس الشيخ نجيب عم يسير على هالخطأ لكن النقطة التانية بالوقت الحالي عم يكسب النجم مكسيم خليل النقطة التاسعة هي الجماهرية والأقليمية الممثل يلي بيقدر يسوأ لموهبته وفرادة أداؤه خارج حدود بلده لا شك أنه بيكون وصل للنجومية العربية اختراق لدراما العربية خارج سوريا وتحديدا السوق الفنيا المصريا أمر في غاية الأهمية لأي فنان عربي مهما حاول البعض التقليل من أهمية الأمر قيس الشيخ نجيب جماهريته ونجوميته عربيا عم تكبر يوم عن يوم خصوصا بالسنوات الأخيرة اللي أصبح فيها أحد ألمع النجوم السوريين بالدراما العربية المشتركة لكن لليوم ما شهدنا قيس الشيخ نجيب بالدراما المصرية أو بأي دور بلهجة مختلفة أما مكسيم خليل فدخوله للدراما المصرية كانت خلال مسلسل الشك عام 2013 ببطولة لجانب ميعز الدين وحسين فهمي وعام 2016 لعب بطولة مسلسل الليلة مع النجم رانيا يوسي لهيك النجم مكسيم خليل بيكسب نقطة جماهرية والأقليمة العربية بسبب مجازفته ونجاحه بالدراما المصرية النقطة العاشرة والأخيرة هي تقيم فريق كلوشوتس اللي هو رأينا الشخصي ووقع اختيارنا وتفضيلنا على النجم مكسيم خليل اللي بيكسب تحدي اليوم بسبع نقاط مقابل ثلاث نقاط للنجم قيس الشيخ نجيب ولهم من كنوصلنا نهاية حلقتنا لليوم نتمنى نسمع عرائكم اذا بتأيدوا المقارنة يلي طرحناها ونتمنى نسمع منكم اقتراحاتكم لتحديات النجوم القادمة لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يوصلكم كل جديد وظلوا بخير كامعكم فريق كلوشوتس اشتركوا في القناة